السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الحاجات الأسسية في المدينة الزكية البنية التحتية وخصوصا هنتكلم النهاردة عن الأمن ونشوف مسرع على كده اللي هو موقع اسمه انتلينس فاحنا هنستخدم المدن الزكية والوسير الموجودة فيها عشان نقوي السلام العامة والأمن ونساعد المواطنيين على مقافحة الجريمة ونتعامل ازاي في حالة طوارق بصورة أسرع وأقوى وأقصر كفائية وهذا يساعدنا من خلال البيانات الضخبة ومن خلال الذكاء الاصطناعي أن نحن نقدر نشر حلول المدينة الذكية مثل المرأبة وإضاءة الشارع الذكية ويكون هناك خرايط لكل حاجة موجودة في الوقت الفعلي ويكون هناك تنبؤ المشاكل هنشوف مثلا على كده موجود من شركة كندية ويكون هناك خاصة ويتوفر حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لإدارة حركة المرور وإدارة المطار والرعاية في حالات الطوارق وتستعامل بإنترنت الأشياء وكذلك الإنترنت 5G ولوطات الفيديو عشان نتحدد أي انحرفات في السلوك مثل سرعة المتاجر أو تعدي على الغير أو تهدات الأمنية في الوقت الفعلي ومن خلال كده نقدر الذكية الاصطناعي يتعرف على الأموات المعقدة في الموضن ويتعامل بسرعة مع مشاكل السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر